بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة قضية الإعجاز العددي في القرآن التي ينكرها بعض الناس السؤال الذي طرح هل هناك إعجاز عددي أصلا؟ يعني أم أن القرآن غير مطلوب منه أن يقدم لنا معجزة عددية؟ سأقدم لكم أيها الأحبة وجهة نظري حول هذا الموضوع أنا الآن عندما أقف أمام أي بناء مثلا وكالة ناسا مثلا قامت ببناء مرصد اسمه جيمسويب كلف عشر مليارات دولار وتم أطلاقه ويتوضع الآن على بعد مليون ونصف كيلومتر طيب هل ترى هذا البناء المحكم المتقن الذي ينقل لنا صور كونية؟ يستحيل أن نراها من قبل صور كونية عالية الدقة فيها تفاصيل دقيقة للمجرات والنجوم والأجرام الكونية طيب يا هل ترى لو دققنا النظر في هذا التليسكوب هل نجد فيه نظاما هندسيا محكما؟ هل نجد أن تصميمه يخضع لقواعد هندسية؟ لذلك أعطانا هذا الشكل الرائع وهذا الإنتاج الرائع الصور التي يقدمها طيب لو أن المهندسين أخطأوا في أثناء التصميم في تصميم مرآة معينة أو شيء معين في داخل هذا التليسكوب ما هي النتيجة؟ ربما يفشل لاحظتم؟ طيب لو تعمقنا أو خرجنا قليلا خارج كرتنا الأرضية ونظرنا إلى الكون هل هناك بناء هندس في الكون؟ يعني هذه المجرات هل تسير عشوائيا أرضنا هذه؟ هل هي عشوائيا أم فيها نظام؟ إذن النتيجة التي يمكن أن نستنتجها أيها الأحبة أن النظام موجود في الكون وكل شيء يخضع للغة الأرقام في الكون كل شيء له قياسات حتى الوجه هذا هناك ما يسمى بالنسبة الذهبية توضع الأنف مع العينين مع الفم مع الذقن مع الجميل مع كذا تخضع لما يسمى بالنسبة الذهبية وكثير من المخلوقات تخضع لهذه النسبة إذن الله عز وجل صمم الكون ونظمه وفق قوانين رياضية محكمة اقتنعت معي أخي الحبيب؟ يعني هذه النقطة الأولى إذا كنت تظن أن الكون عشوائي هذه مصيبة كارثة لأنه سيدمر بعضه بعضا بينما عندما ننظر إلى الكون نجده منظم محكم قوانين محكمة هذه الشجرة التي ورائي لها قوانين حركة الهواء لها قوانين هناك علم كامل اسمه علم الأيروديناميك علم حركة الهواء كيف تتحرق القوانين التي تخضع لها الطائرة مثلا عندما تطير وإلا كيف تم اختراع الطائرة بناء على قوانين وليس عشوائيا إذن عندما خلق الله الكون خلقه بالحق خلقه بقوانين خلقه بقدر بنظام إذن هذه القضية أظن أنه لا أحد يخالفني فيها طيب الكون هو خلق الله طيب القرآن ما هو هو أمر الله هو كلام الله ألا له الخلق والأمر طيب يا هل ترى كلام الله عز وجل فيه نظام معين يعني الكلمات الحروف وضعت بدقة مذهلة أم مثل كلامنا نحن كلامنا الآن أنا أتكلم معكم إذا سجل لي أحد هذا الكلام كتبه وحاول أن يحلل هذا الكلام لن يجد أي نظام رياضي لماذا لأنني أنا لم أتقصد أن أكرر هذه الكلمة عددا من المرات أن أضع هذه الكلمة هنا أو هنا أو هنا أنا أتحدث كلام وهذه صفة كلام البشر حتى الأدباء والكتاب شكسبير وأبو الطيب المتنبي وشعراء الجاهلية لا أحد منهم حتى الآن فكر أنه عندما يكتب هذا الكتاب أن يكرر كلمة معينة بمقدار عدد معين أو يضع هذه الكلمة هنا لا يضعها هنا مثلا هذا لا أحد يفكر به أصلا طيب عندما نقرأ كلام الله قبل أن نقول هنا أو نقتنع هناك نظام عددي أو غير موجود نظام عددي يا هل ترى هذا الكلام أحد أمر إما أن يكون فيه نظام عددي أو لا يكون طيب الله قادر أن يضع فيه نظام عددي أم غير قادر طيب ما دام نحن البشر عاجزون أنا لا أستطيع أن أؤلف كتابا وأضع كل حرف في مكان محدد ليخدم هدف محدد أو كل كلمة في مكان محدد أو تكرار هذه الكلمة تتناسب مع معنى الكلمة أنا لا أستطيع هذا سيخرج الكتاب غير متقن وغير مفهوم أشبه بكلمات متقاطعة طيب بما أن الله قادر أن ينظم كلامه إذن هو منظم لأن الله على كل شيء قدير والله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا ولا يتكلم كلاما عبثا فكلام الله ليس مثل كلام البشر طيب ما معنى دقق معي أخي الحبيب ما معنى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظاهرة حتى لو اجتمعوا وتكاتفوا وتظاهروا وتعاونوا وشدوا ظهور بعضهم وساندوا بعضهم لن يأتوا بمثل هذا القرآن طيب لنفرض اليوم جاءك شخص وقال أنا أتيت بمثل القرآن هذا كتاب للأديب الفلاني هذا مثل القرآن طيب كيف يعني طبعا ولما اللغة والبلاغة والبيان لديهم ردود سهلة لأن أي شخص لديه خبرة في اللغة العربية مجرد أن قرأ القرآن يكفي قراءة بشرط أن يكون لديك خبرة تعلم أنه كلام الله لذلك العرب عندما نزل القرآن كانوا هم أرباب الفصاحة والبلاغة العرب قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر الوليد بن مغيرة إن هذا إلا سحر يؤثر وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين سحر سحر عقولهم ما هذا الكلام كان بإمكانهم أن يقولوا لهم هذا كلام عادي مثل كلامنا هذا كلام ركيك هذا كلام فيه أخطاء لغوية فيه أخطاء نحوية فيه أخطاء كذا ولكن قالوا هذا سحر مبين أنت متى تقول عن شيء إنه سحرك عندما لا تجد تفسيرا لقوة هذا الشيء عندما يأتي شخص يقوم بحركات عجيبة تقول إنه ساحر لا تستطيع تفسير سر هذا الإتقان والإحكام لذلك يعني القضية أخي الحبيب أن هذا الإعجاز العدد في القرآن هو ثابت ثابت لأن الله تحدى الكون وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فنحن عندما نحاول أن نكتشف البناء العدد النظام الهندسي في القرآن نظام الكلمات لماذا ألف لام ميم لماذا هنا ألف لام راء لماذا سورة الفاتحة سبع آيات بالضبط لماذا 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 كل هذه الأشياء نحن نتعرف عليها تمام ونستخرج فأنا عندما قمت بهذا العمل وغيري كثير طبعا وجدت أن هناك بناء هندسي أنا لا أستطيع أن أنكره وهذا البناء يدل على وحتى الآن نحن لا نفهم هذا البناء على فكرة نفهم لم نكتشف البناء نحن نكتشف يعني ملامح ملامح قليلة جدا من هذا البناء ولكن هو موجود يعني مثال على ذلك أبسط مثال أن الله عز وجل عندما خلق الأرض وضعها في مدار محدد حول الشمس لتحقق دورة كاملة كاملة كل 365 يوما تقريبا إذن عدد أيام السنة 365 طيب أنت ضع مكانك استغفروا لا لا أقول مكان الله عز وجل لكن قل أنا سأؤلف كتابا وسأبهر الناس قل أنا سأؤلف كتابا وسأبهر الناس طيب كلمة يوم إذا وضعتها 365 مرة أليس شيء مبهر لاحظتم أخي الحبيب طيب عندما فتحنا القرآن وبحثنا عن كلمة يوم وأيام ويومئذ وكذا وجدنا أن كلمة يوم بالمفرد تحديدا يعني طبعا يقول لك واحد لماذا لم تأخذ أيام يا أخي لست أنا الذي ألف القرآن هذا كلام الله ولست أنا الذي وضع هذه الكلمات أقول لك أخذ أنا وجدت هذا الكلام وجدته أمامي أنا وجدته هكذا أن كل كلمة يوم في القرآن جميع كلمات اليوم في القرآن مثلا اليوم فاليوم يوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله اليوم أكملت لكم دينكم يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا ويوم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار كل هذه الكلمات كلمة يوم يوم فاليوم يوما عندما قمنا بعدها وجدناها بالضبط 365 كلمة كلمات يوم في القرآن 365 نفس عدد أيام السنة طيب هذه الظاهرة يعني أنا يجب أن تلفت انتباهي يعني أنا كباحث كمفكر كمتدبر يجب أن تلفت انتباهي يعني لا أستطيع أن أقول هذه الصدفة وأمشي لا يجب أن أتابع البحث طيب السنة نفسها 12 شهرا الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم طيب عدد يعني أنا لو أردت أن أؤلف كتابا وأبهر من أمامي به كم سأضع كلمة شهر فيه طبعا يفضل أن أضعها 12 مرة 12 12 مرة لأبهر الناس وأقول لهم أنا أستطيع أن أؤلف كتابا وأضع كلمات تتناسب مع معنى هذه الكلمة فالسنة 12 شهرا وكلمة شهر تكررت 12 مرة نفس العدد سأبهر الآخرين طيب هذا ما فعله الله سبحانه وتعالى الله عز وجل وضع كلمة شهر في القرآن بالمفرد يعني مثلا كلمة شهر شهرا الشهر مثلا آيات كثيرة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا نعد هذه الكلمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أن نعدها آآ الشهر الحرام نعدها آآ وهكذا كلمة شهر أو شهرا عندما نعدها في القرآن نجد أنها بالضبط 12 مرة بعدد أشهر السنة طيب يقول قد يقول قائل يعني وهذا طرح طبعا بعض يعني الذي يريد أن يعني يتساءل من حق كل إنسان أن يتساءل طيب لماذا لم تعد كلمة أشهر يا أخي لست أنا الذي ألفت هذا القرآن لأقول لك عددت أو لم أعد أنا وجدت هذه الظاهرة أمامي يعني أنا وجدت أن كلمة أشهر وشهور موجودة في القرآن ولكن عندما بحثنا عن كلمة شهر بالمفرد وجدناها 12 مرة 12 مرة عندما بحثنا عن كلمة يوم بالمفرد وجدناها 365 مرة بعدد أيام السنة يقول قائل طيب في الإسلام نحن نتعامل بالسنة الهجرية وليس السنة الميلادية أو السنة القمرية طيب يا أخي من الذي خلق السنة الشمسية هذه الله من الذي خلق السنة القمري الله فالله هو الذي وضع هذه الأرقام ولسنا نحن هو الذي وضع هذه الكلمات طيب عندما نتابع نتابع في القرآن العظيم وندرس تكرار الكلمات مثلا مثلا يخطر ببالي الآن أن الله تعالى يقول وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لَكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ طيب عندما بحثنا عن كلمة جهنم في القرآن كله يعني كم مرة كان من الممكن أن تذكر ستين مرة مئة مرة أي رقم؟ لا نجد أنها ذكرت سبعة وسبعين مرة عددا له علاقة بل عدد سبعة ما هي لها سبعة أبواب وذكرت سبعة وسبعين سبعة وسبعة سبعة وسبعين مضاعفات رقم سبعة وتتألف من سبعة وسبعة طيب هذه الظاهرة أنا تدعوني أن أقول مصادفة أم تقدير من الله أنا ك من باب يعني أنني طلعت على القرآن ومن باب أنني أؤمن بالله أنا أعتقد أنه لا يجد مصادفة في القرآن تماما كما أعتقد أنه لا يجد مصادفة في الكون طيب السماوات السبع في القرآن ذكرت سبع مرات يعني لو بحثنا في القرآن لدينا مثلا تسبح له السماوات السبعة قل من رب السماوات السبعة إلى آخره نعد هذه الآيات نجدها سبعة طيب نجد أحيانا يعني سبعة سماوات مثلا الله تعالى يقول الله الذي خلق سبعة سماوات انطباقة ألم تروا أن الله خلق سبعة سماوات انطباقة طيب عندما أعد هذه الآيات أجد أجد عددها سبعة نفس عدد السماوات طيب كاملا ممكن أن تذكر ثماني مرات عشر مرات ثلاث مرات طيب لماذا سبعة إذن هنا مقصود ليقول لي الله إنه يعلم ما ينزل يعني أنا عندما أقرأ هذه الآية الكريمة لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي أنا الآن فهمت فهمت بشكل أعمق ماذا يعني أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهده أنا فهمت الآن بشكل أعمق أن هذه الكلمة مقصودة هنا السماوات السبعة سبع مرات مقصودة تسبح له السماوات السبعة تسبح طيب عندما نعود السور التي بدأت بالتسبيح نجدها سبعة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبح اسم ربك الأعلى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض لو بحثنا عن السور التي تبدأ بالتسبيح سبعة والله يقول تسبح له السماوات السبعة والأرض ومن فيهن طيب نحن كثيرا نقول سبحانه وتعالى عما يشركون هذه عبارة تكرر سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا طيب كلمة سبحانه نجد أنها ذكرت في القرآن سبعة في اثنين أربعة عشر مرة كلمة تعالى ذكرت سبعة في اثنين طيب أنا يعني يجب أن أقف أنا إذا أردت أن أستهزئ بالقرآن لا أبالي ماذا يعني ذلك ولسنا بحاجة لهذه الأرقام ولسنا ولسنا طيب يا أخي طيب هذا كلام الله أنت لست بحاجة غيرك يحتاج لهذا العلم أنا أحتاج له أنا أحتاج للإعجاز العدد لأنه يثبت الكلمات في دماغي يساعدني على حفظ القرآن يساعدني على استذكار القرآن يساعدني على فهم القرآن أكثر يعني أنا استطعت أن أفهم ما معنى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لماذا لا يأتون بمثله الآن أنا فهمت يعني الإعجاز العدد ساعدني على أن أفهم وليس صرف انتباهي عن القرآن كما يقول بعض يعني المساكين للأسف ليس لديهم ألم من يقول هذا لم يصل إلى المعلومات التي تجعله يتأمل ويتعمق في القرآن ويرى هذه العجائب هو لازال يقف على الشاطئ يقول لك البحر لا يوجد فيه لآلء ولا جواهر ولا يوجد فيه شيء أنا أرى ماء فقط ولست بحاجة لأن أعرف طيب أنت أنت مسكين تقف على الشاطئ أترك غيرك يغوص ويرى يعني عندما نرى ماذا في أعماق البحر يزداد ثم أن الله أمرنا أن ننظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات ونذر عن قوم لا يؤمنون النظر هو مدعاة للإيمان يعني أنا مثلا عندما أنظر في القرآن ويعني أرى آية الله يقول فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أكتشف أن سورة الفاتحة سبع آيات ما هذه المصادفة الله سماها سبعا من المثاني وعدد آياتها سبعا طيب أجد أنها تركبت من حروف هجائية معينة أجد أن هناك سبعة حروف من اللغة لم تذكر في الفاتحة مثل الفاء مثل الزين إلى آخرين موجود البحث يعني من أحب أن يطلع على أبحاث الإعجاز العددي على الموقع طيب لو بحثت عن حروف الله في الفاتحة ألف لامه قلت أنا سأرى كم حرف يعني الله كم مرة ذكر حروف اسمه وهذا السؤال مشروع يعني أنا أنا لم أصرف انتباهي عن القرآن أنا الآن أتفكر والله عز وجل أمرني أن أتدبر أفلا يتدبرون القرآن أنا لا أريد أن أتدبر القرآن على مزاجك أنت فقط كلغة عربية أنا تدبرت لغة العربية وفهمت أسرار جديدة طيب أنا أريد أن أتدبر من ناحية تعداد الكلمات والحروف لأن التدبر ليس فقط هو لغة القرآن ليس كتاب لغة أخي الحبيب وليس كتاب هداية فقط وليس كتاب هو كتاب هداية وبيان وإعجاز وعلم وفيه علوم الأولين والآخرين وفيه علوم لا نعلمها يعني لا تقول لي والله هؤلاء مساكن من يقول لك القرآن كتاب هداية طيب هل أنت كنت مع الله عز وجل استغفر الله عندما أنزل القرآن لتعلم ما هو الهدف من إنزاله يعني هل أنت أحط بكل القرآن بعلوم القرآن لتقول هو كتاب هداية فقط يا أخي هذا الكتاب فيه علم تستطيع أن تدمر به الأرض تحدث زلازل أن تدمر الجبال علم موجود إذا كنت لا تراه أترك غيرك يبحث ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت ماذا اشرح لي هذه الآية يعني معنى ذلك أن هناك علوم في القرآن نحن لا نراها موجودة في القرآن فإذا كنت أنت لا تراها أترك غيرك يبحث لا تنكر ولكن لا تنكر تجلس هكذا لا يوجد إعجاز عددي في القرآن لأنني أنا لم أرى يا أجل طيب أنت لم ترى أترك غيرك يرى لماذا ألف لاميم طيب تفضل فسر لنا ألف لاميم لن تستطيع لأن ألف لاميم وألف لامرأ وهذه الحروف هي عبارة عن منظومة رقمية متكاملة موجودة في القرآن تتوزع هذه الحروف بالشبكة معقدة تماما أعقد من الكون حتى نحن بفضل الله بدأنا نكتشف هذا التعقيد وهذا النسيج بين الحروف والأرقام تماما مثل النسيج بين المكان والزمان الذي يراه العلماء ويكتشفونه اليوم نحن بدأنا نرى ونكتشف نسيجا محكما بين الحروف والكلمات من جهة والآيات والسور وبين تعداد وتكرار هذه الحروف والكلمات فإذن أخي الحبيب إذا كنت أنت لا ترى اترك غيرك يا رأى لا تنكر ابحث تعمق تدبر الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذن هذا القرآن فيه علم يشقق ويدمر هذا الجبل يتصدع ولكن نحن لا نرى هذا العلم إذن أخي الحبيب كل ما في القرآن منظم إياك أن تنكر الإعجاز العدد بحجة أن فلان أخطأ من يخطئ خطأه مردود عليه وأنا إذا أخطأت خطأي مردود علي القرآن بريء من خطأي رشاد خليفة عندما ظهر في القرن الماضي في سبعينيات وثمانيات ذلك القرن وضع أرقام كثيرة خاطئة أراد أن يبهر الناس بأرقام خاطئة طيب هذه مشكلته ما علاقة القرآن بذلك هناك أناس تنبأوا بزوال إسرائيل عام 2022 ولم تزل إسرائيل نقول إن القرآن خطأ هو أخطأ الخطأ ننسبه له هو وليس للقرآن هناك أناس يتنبأون من القرآن بمثلا أحداث ستحدث أو تحديد يوم القيامة كما فعل رشاد خليفة مشكلته هو مشكلته هو يجب أن لا تبعدني عن القرآن يعني أخطاء هؤلاء أنا أردها عليهم وإذا كان هناك شيء صحيح إعجاز عدد الصحيح أخذ به لماذا لا أخذ به يعني مثلا أنا لو سألتك الآن ما هو أول رقم ذكر في القرآن من أرقام القرآن الرقم سبعة طيب لماذا إذن هناك حكمة لو قرأنا القرآن الفاتحة البقرة أول رقم نصادفه أمامنا هو الرقم سبعة الله تعالى يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعة سماوات وهو بكل شيء عليم هذا أول رقم في القرآن هو الرقم سبعة قبله 28 آية سبعة في أربعة وآخر مرة ذكر رقم سبعة في سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادة بعد هذا الرقم 28 آية سبعة في أربعة يعني نظام طبعا هذا موضوع أيضا موجود أنا على اليوتيوب هناك يعني قائمة تشغيل بعنوان الإعجاز العدد يمكن أن تبحر فيها لذلك أخي الحبيب أنا لا أريد أن أطيل عليكم النظام العدد موجود في القرآن لا أحد يستطيع أن ينكره لأنك إذا استطعت أن تنكر النظام الموجود في الكون يمكن أن تنكر النظام الموجود في القرآن ولكن لن تستطيع لا أن تنكر النظام الموجود في الكون ولا في خلق الإنسان الإنسان فيه نظام الشجر فيه نظام الحيوانات تسير بنظام معقد نظام الخلايا ونظام كل شيء فيه نظام رقمي فالنظام الرقمي في القرآن هذا موجود أخي الحبيب فإذا كنت لا تفهمه تعمق قل والله أنا لا أفهم أنا صادفت يعني علماء فعلا منصفون يقول لك والله أنا لم أفهم لا أعلم انتهى الأمر شخص آخر بالفعل هو لا يفهم يقول لك لا يوجد إعجاز عددي هو لم يفهم ولم يقرأ ولم يطلع مجرد أنه تصفح لم يستوعب فقال لك لا يوجد وهذه قضية خطيرة أيها الأحبة إياك أن تنفي شيئا عن القرآن قد يكون رأيك خطأا فتضل الآخرين وتمنع الآخرين من البحث في هذا الموضوع لأننا اليوم في عصر الأرقام عصر التكنولوجيا الرقمية فلابد أن نبحث أيها الأحبة أنا سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر